اشتركوا في القناة ورفع نتائج الدراسة خلال اسبوع من تاريخه واشار سمو حفظه الله لدى ترأسه اجتماع اللجلة التنسيقية بقصر الرفاع اليوم الى اهمية مواصلة النجاحات التي تحققت في مجال الاسكان عبر الخدمات الاسكانية المختلفة المقدمة للمواطنين مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين المستمر بان يكون المواطن البحريني هدف عملية التنمية وغايتها باعتباره الاساس والمحور الذي توجه اليه كافة المشاريع والخدمات منوها سموه بما توله مملكة البحرين من اهتمام في حصول المواطنين على الخدمات الاسكانية